اشتركوا في القناة وحياكم الله في هذا البرنامج برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذا البرنامج نتناول أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتناول هذه الأحاديث بالشرح والتبيين والتوضيع وكذلك نذكر أهم هذه الدرر والمعاني والفوائد التي جاءت في أحاديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة استمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فنتظرونا شكرا لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدنا استمعنا لهذا الحديث ولنزل معكم في شرح كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وصلنا في كتاب الطب حديثنا هذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بوابه البخاري بقوله باب الشفاء في ثلاث عن من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي أخواني الكرام أخوات الكريمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وعلى صحابته الكرام كان أيضا يرشد هذه الأمة بما يسمى بأطب النبوي ومن خلال هذه الإرشادات ومن خلال هذه النصائح لهذه الأمة المسلمة وقد ثبت بيئة تجربة صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أسمى العلماء الأحاديث التي جاءت في ذلك أسموها أحاديث الطب النبوي من ذلك الإمام الذهبي ألف كتابا في ذلك اسمها الطب النبوي الإمام بن القيم الجوزية عقد كتابا في الطب النبوي وهو مضاف إلى كتاب زاد المعاد جمع فيه كل الأحاديث وشرح هذه الأحاديث التي تُعنى بالطب النبوي الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى عقد كتابا قال كتاب الطب النبوي ذكر فيه الأحاديث التي جاءت في العلاج والأمراض وغيرها كلها في هذا الكتاب وكذلك الإمام مسلم في صحيحه وغيرهم من المحدثين حديثنا هذا في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة يعني ليس الشفاء محصور في ثلاثة لكن من ضمن هذه الأمور الثلاثة شرب العسل الأمر الثاني شرطة محجم وهي آلة يستخدمها يعني الحجام في سحب الدم لها أشكال مختلفة يعني تُصنع في الصين تُصنع في كثير من البلاد العربية والإسلامية والإجنبية يُشفط الدم يعني من الرأس أو من الظهر وهناك أماكن معينة في الجسم ولكن أفضلها شفط الدم من خلال الرأس وهذا يجدد الدم كما يقول العلماء يشفي تشفي الحجامة من كثير من الأمراض من الصداع تنشط الجسم فيها فوائد كثيرة ذكرها العلماء كذلك الكي فيه علاج كما سنبين الآن يعني وهذا كما يقال أن آخر الدواء الكي يقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله تعالى الإمام محدث يقول انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس وذلك أن الحجم أي من الحجامة يعني يستفرق الدم يخرج الدم الفاسد وسبحان الله عندما يخرج من يستخرج من الرأس تجد هذا الدم يعني متجلط تجده أسود سبحان الله بعد ذلك يتجدد الدم الجديد يقول هو أعظم الأخلاط وأما العسل يقول فهو مسهل للأخلاط البلغمية كما يقول كثير من الأطباء يعني عامة من الأمراض التي تحدث عند الإنسان هذا وجود البلغم فاستخراج هذا البلغم يشفي الإنسان من خلال تناول كثير من الأطعمة والأشربة والعسل والليمون وغيرها كما يذكرها الأطباء يقول ويدخلوا في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن ثم يقول الخطاب يقول وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغ الذي لا تنحسم مادته إلا به لهذا يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ولهذا كانت العرب تقولها في أمثالها آخر الدواء الكي يعني إذا انتهى فيك المطاف وجربت الأدوية أو لم تجد من الأدوية إلا الكي فافعل هذا الكي فإن آخر الدواء هو الكي أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة كوى سعد بن معاذ وغيره اكتوى غير واحد من الصحابة في الكي وقال ابن حجر أيضا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة كما ذكرنا قبل قليل فإن الشفاء قد يكون في غيرها وإنما نبه بها على أصول العلاج وذلك أن الأمراض الامتلائية كما يقول ابن حجر يقول تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية وشفاء الدموية يقول بإخراج الدم كما ذكرنا بالحجامة تخرج هذا الدم الفاسد الذي يتجلط في الجسم يقول وإنما خصى الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب والفهم له يقول بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا أيضا على أن في التعبير بقوله شرطة محجم ما قد يتناول الفصد يعني بعضهم يقول يمكن يتناول أيضا الفصد أيضا الحجم في البلاد الحارة أنجح والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم يعني يختلف سواء في بلاد حارة أو في بلاد باردة أما الامتلاء ما يسمى الامتلاء الصفراوي كما يقول الإمام من حجر يقول وما ذكر معه فدواؤه بالمسحل وقد نبه عليه بذكر العسل إذن العسل أيضا شفاء فيه شفاء عظيم كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فيه شفاء للناس الله عز وجل ذكر العسل في سورة النحل فقال فيه شفاء للناس وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري يعجبه الحلواء والعسل فلنستخدم هذه الأمور الثلاثة أو نختصر على الأمر الأول الحجامة والعسل وإنما يعني جاء في كراهة الكي لما فيه من يعني بعض الأمور التي قد يتأذى بها من يكتوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين